الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره الطيبين الطاهرين وارض اللهم عنا معهم أجمعين اللهم أمين وبعد في لقائنا المتجدد في شرح صحيح الإمام العالم الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه وصلنا إلى الباب التاسع والثمانين بعد السبعمائة باب صفة الشمس والقمر بحسبان في هذا الباب حديث واحد هو السادس والتسعون بعد الثمانمائة عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم حين غربت الشمس أتدري أين تذهب؟ قلت الله ورسوله أعلم قال فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها وتستأذن فلا يؤذن لها يقال لها ارجعي ارجعي من حيث جئت فتطلع من مغربها فذلك قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العلم هذا باب في تفسير قول الله عز وجل والشمس والقمر بحسبان ويبين كيفية ذلك معنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر يوما عندما غربت الشمس أتدري أين تذهب هذه الشمس بعد اختفائها عند الغروب؟ قال أبو ذر الله ورسوله أعلم وإنما وجه إلي هذا السؤال مع علمه بأنه لا يستطيع الإجابة عليه ليستثير في نفس الاهتمام بالجواب لأن المعرفة إذا جاءت بعد الحوار والمناقشة كانت أوقع في النفس قال فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش أي تسجد لربها حقيقة لا مجازا وهي أينما سجدت سجدت تحت العرش تستأذن ربها فيؤذن لها أي تستأذن ربها في الطلوع من المشرق ومعاودة مسيرها مرة أخرى فيؤذن لها في ذلك ويشك أن تسجد أي وسيأتي قريبا للوقت الذي تسجد وتستأذن فيه الطلوع من المشرق فلا يقبل منها سجودها ولا يؤذن لها في الطلوع من المشرق فتطلع من المغرب وهذه علامة من علامات الساعة لذلك قال تعالى أي فذلك هو معنى قول الله سبحانه والشمس تجري لمستقر الله أي تتحرك وتسير في طريقها المحدد لها ولا تزال تجري في مسيرتها هذه حتى ينتهي العالم ذلك تقدير العزيز العلم أي أنها إنما تتحرك حركتها بانتظام دقيق ومحكم هذا يدل على وجود الله تعالى وتقديره وتدبيره لهذا العالم تدبيرا يليق بعلمه وعزته وحكمته لا كما يزعم الملحدون أن حركة الكون كلها إنما هي بمحض الصدفة لأن الصدفة عمياء لا يمكن أن تقوم بتدبير هذه الحركة المنظمة ذلك تقدير العزيز العلم الذي نستفيد من هذا الحديث قال القسطلاني ظاهر هذا الحديث أن الشمس تجري في كل يوم وليلة بنفسها كقوله تعالى في الآية الأخرى وكل في فلك يسبحون قال في ظلال القرآن وكان من المضمون أنها أي الشمس ثابتة في موضعها الذي تدور في حول نفسها ولكن عرف أخيرا أنها ليست مستقرة في مكانها إنما يتجري فعلا في اتجاه واحد في الفضاء الكوني الهائل بسرعة حسبها الفلكيون بـ 12 ميلا في الثانية ثانيا ثبوت سجودها تحت العرش عند طلوعها ويتعين الإيمان به عن يقين مدام قد أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم هذه أمور من أمور الغيبية قد لا يدركها الإنسان لكننا نصدق ما قاله حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم ترجمة نانسي قنقر